حرب بلا هوادة تشنها الدولة ممثلة في وظارة الداخلية ضد مافيا الغش التجاري والمتلعبين بالدعم والسلع منتهية الصلاحية حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مدريات الأمن من ضبط سلاسة أطنان ومئتين وخمسين كيلو جرام كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلجة غير مرخصة بالقليوبية وضبط أمين عهدة تابع لأحد المجمعات الاستهلاكية لتجمعه عشرين ألفا وخمسمائة عبوة سلع إغذائية منتهية الصلاحية وضبطت مالك مخزن دون ترخيص بالإسكندرية لتجمعه خمسة عشر ألف لتر سولار مدعمة تمهيدة لبايعها بالسوق السوداء بهدف التربح غير المشروع كما ضبطت مالك سيارة نقل بالوادي الجديد لتجمعه خمسة وأربعين ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر وغير مسدد عنها رسوم الجمروقية بغرض بيعها بالأسواق